فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار طيب إلى الأصول ما جدنا مع النسخ والكلام على نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب القسم الرابع ونسخ القرآن بالسنة المتوترة وهذا لا يجوز في ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال أنسخ القرآن إلا قرآن يجي أنا جاهز معكم أو نعم ربي قال الشفعاء واختيار الشخص المتوترة لأن الله تعالى قال ما ننسخ من آية الأنمسية نأتي بخير منها أو مثلها قال خلافا لا بالخطاب وعض الشفعية أنهم قالوا بجواز النسخ أن تنسخ السنة المتوترة القرآن لأن الرضبة وحدة تواطر وتواطر الصحيح أن القرآن لا ننسخه إلا القرآن لعموم قول الرحمن سبحانه وجل فعلا ما ننسخ من آية أو نسية نأتي بخير منها أو مثلها قال نأتي بخير منها أو مثلها لكن الخطاب أبو الخطاب وبعض الشفعية قالوا بالجواز وحقيقة الأمر أن النسخ على ما أدين الله به لا يكون إلا بالقرآن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن لعموم قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو نسية نأتي بخير منها أو مثلها هم قالوا الذين قالوا بجواز النسخ قالوا بقول لا تعالى كنتوا عليكم ودى حضر أحدكم موته انترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً عن المتقين أن النبي قال إن الله أعطى قد أعطى الكلذه حقاً حقاً حقيقة الأمر أن هذا ليس بناسخ كما قال الشفعية في الرسالة هذا مبين للنسخ هذا دال على الناسخ وليس نسخ هذا دال على الناسخ وليس نسخ وحقيقة الأمنية أن آيات المواريس هي التي نسختها آيات المواريس هي التي نسختها وبين على ذلك الحديث بين ذلك وأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالأحد قال المصنف فهو جائز عقلا ممتنع شرعا يعني لم يقع شرعا قالوا ويجوز أن ينسخ القرآن بالأحد لا سئما وأن الخبر خبر الأحد وهو وحي أيضا من الرحمن كما أن القرآن وحي من الرحمن لا يمتنع أن ينسخ خبر واحد من الحديث من السنة بالقرآن لأنهما وحي لكن لم يقع هو قال لم يقع شرعا وحديثة الأمر في جوازه شرعا قالت لأسف قول أولا أنه لا يجوز لأن المتواتر قطعي ولا حد ظني وإنما ينسخ الشيء بمثله لعموم قول الله تعالى ما ننسخ من آياتي لو ننسها نأتي بخير منها وهذا قول جمهور والقول الثاني هو قول بعض الظاهرية قالوا أن الأحد ينسخ القرآن لأنه وحي ونصر ذلك ابن حزم وقال القطع واللفظ ومحل النسخ والحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر وحقيقة الأمر على ما قال الشفعي هو أن السنة ليست نسخة للقرآن بحال بل هي مبينة لا هو ليست نسخة وإن كان النسخ بعض بيان لكنها ليست نسخة لأن الرتبة تتفاوت فالرتبة مانعة من النسخ في مسألة النسخ مسألة أصول الفقه النسخ نسخ الأحد بالمتواتر والمتواتر بالأحد في هذا الباب قال المصنف وقيل يجوزه في زمنه يعني هذا القول يجوز نسخ المتواتر بالأحد في زمن النبي ولا يجوز بعد هذا عجيب جدا هو إما يجوز كلياتا وإما لا يجوز كلياتا وصح أنه لا يجوز وصح أن فوارق الرتبة مانعة مانعة عفوا مانعة من النسخ هذا القول في الجواز في زمني اختاروا الغزالي واستدلوا بقصة قباء وهذا كما قلت ليس بصعيح ختاماً لكلام على النسخ قال المصنف وما ثابت بالقياس إن كان منصوصاً على علتي يعني إن كان في نص على العلة إن كان منصوصاً على علتي فكان نص ينسخ وينسخ به ينسخ وينسخ به أو ينسخ به وينسخ به وإلا فلا أي إن الحكم الثابت بالعلية ثابت بالنص ثابت بالنص فإنه ينسخ وينسخ هذه وجهة النظر الأصولية إيش وجهة النظر الأصولية أن ثبوت العلة بالنص تدلنا على أن الحكم ثابت بالنص ثبوت العلة بالنص أن الحكم ثابت بالنص اللي هو حكم في فرع يعني لأنه منصوص على العلة فيكون الحكم هنا معها لأنه يدور معها حيث دارت وجودا وعدما فيكون هنا يعني من قول كان الشرعي كان نص على علتي كان ذلك القياس كان نص فيكون نص ناسخا يبقى كان نص ينزل مزيدة نص فيكون ناسخ ويكون منسخا أيضا كما أن النص كذلك لأن القياس لا بد أن يستند إلى نص فإذا كانت علة القياس منسوسا عليها كما قلنا يصح ذلك فإذا قلت أن الخمر منسوس عليها الإسكار فإذا تقول النبيذ حرام لأنه يذكر فإلحاقا بإيش الإلحاق هنا لأن العلم نص عليها كأنه جاء النص والنبيذ حرام طب الزرع لم يكن حراما والنبي قال حلال يبقى الزرع نسخة للنبيذ كأنه نسخ لأنه جاء من النص هذا نص نسخ ونص في هذا الباب وهذا اسم التنزيل وأنا لا أدين الله بذلك وأن القياس أيضا ليس فيه مسألة النسخ حتى لو كانت العلم نصوص عليها المسألة في في رمتها الاجتهاد والاجتهاد يكون فيه النسخ النسخ لابد له من التنصيص ختم المصنف باب النسخ وقال وقيل يجوز بما جاز به التخصيص أي يجوز النسخ بما يجوز به التخصيص وعليه فهدخل القياس لجواز التخصيص به وهذا ظاهر البطلان لأن النسخ نسخو المصنف يخالف للتخصيص وذلك الاسخ made up كل حكم لكن الاسخ رفع لكل الحكم على أصل الحكم أما التخصيص بيان لحدود الحكم لذلك الإلحاق yenni قال ما يكون للتخصيص يقول أن النسخ هذا باطل يجوز بما جاز به التخصيص هذا باطل لا يصح هذا باطل لا يصح ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الإجماع وبهذا نكون ولله الحمد للمنى انتهينا من النسخ كلية ولشيخنا همتون علت الثرية فنالت من فنون الدين رية ولشيخنا همتون علت الثرية فنالت من فنون الدين رية فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاحى المحيا